ديام مساء الخير ويأهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيبدأ معنا مش بقع المرة دي مش حلقة جديدة ومش أسبوع جديد لكن الحقيقة النهاردة تقدر تقول كده انها بداية تاريخية جديدة للنادي الأهلي والسبب ده مش بس طبعا انه النهاردة هيظهر فيه الكدر الجهاز الفني الجديد بقيادة مستر ريكاردو سوارش الموديل الفني الجديد للنادي الأهلي لكن بداية مرحلة واعتقد التاريخ ده تاريخ 1-7 هيبقى تاريخ فارق جدا في صناعة كرة القدم ورياضة كرة القدم في النادي الأهلي اختيار إجباري من حيث التوقيت طبعا كلام مش على اسم ريكاردو سوارش بقد ما بتكلم على التوقيت اللي تولى فيه المسئولية وبحكم اللخبطة اللي حصل عندنا في مصر انت بتكلم على مواسم منتهية في كل العالم وانت ما زلت طبعا في منتصف الموسم على قد ما ممكن يكون لها يعني خلينا نقول نحية سلبية انك انت تخش على فريق في نص موسم عندك ثلاث بطولات وانت لسه ما تعرفتش على لعبتك على فرقتك طبعا مستر ريكاردو زي ما تبعنا في المؤتمر الصحفي قال انه تفرج وتابع وشاف المتشاط الأخيرة للنادي الأهلي وحاول يقرب شوية من مستويات اللعبين وطريقة الأداء في الفريق ويحط ايده على أبرز نقاط القوى والضعف لكن ده برضو بالنسبة للمدير فني وبالشكل وبالطريقة اللي شفنا فيها ملامح بدايات ريكاردو سوارش والجهاز المعاون ليه بتقول انه لا الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا محتاج انه يدرسها وياخد فيها وقته لكن الإيجابي في الموضوع انك تقدر تقول انه فترة جيدة جدا لدراسة وتقييم مستوى الفرقة معرفة احتياجاتك بداية موسم جديد ان شاء الله هو مدة او فترة التعاقد بتاعته هتستمر ان شاء الله ونتمنى انها تكون فترة نكحة لمدة موسمين ونصف فبداياتها من الموسم الجديد تقدر تقول انه هيكون بداية بدون مقدمات يكون الراجل عارف وقرى بشكل كبير جدا امكانات الفرقة يعني قدر يحط ايده على المراكز اللي محتاجها دعم قدر يعرف اللعيبة امكانياتها ايه من اللعيبة القابلة للتطور اللعيبة اللي ممكن يكون عندها جوارم محتاجة الشغل عليها كل ده ممكن يحصل وانت طبعا بتحاول تنجح في منافسات الموسم اللي مازالت مستمرة سواء كاس جديد كاس قديم او دوري ممتاز بتكلم فيها مع حضراتكم ده فيما يتعلق بريكاردو السوارش او الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي واللي الجماهير يمكن ذكرته وحفزته وتابعت ارقامه في الدولة البرتغالية والمقدمات بتقول انه الراجل يعني بيقدم كرة حلوة الراجل عنده فكرة مش بس النتائج لكن الاداء وعنده رغبة كمان ودي نقطة مهمة جدا انه ييجي النادي الاهلي يعني طريقة المفاوضات والكواليس والمعلومات اللي وصلت بتقول انه الراجل عنده رغبة شديدة جدا في انه ياخد التجربة مع نادي كبير جدا هو الاكبر على مستوى الوطن العربي وقارة افريقيا لكن في جميع الاحوال البداء الاهم من ده يمكن يكون جزء منها ريكاردو سوارش والجهاز الفني المعاون ليه لكن كمان الناس بصة اوي اوي على بدايات شركة الاهلي لكورة القادمة وحتى امال كبيرة جدا وطموحات كبيرة جدا على الشركة وعلى القائمين عليها مع لجنة التخطيط ومجلس الادارة والجهاز الفني الجديد وبالتأكيد طبعا اللاعبين في الصورة انه هم يزودوا الفوال اللي احنا متفين عليه انه ما فيه شك انه الاهلي سابق على مستوى الكرة العربية والافريقية وبالتأكيد طبعا كرة المصرية بخطوتين ثلاثة والنهاردة ما تقدرش تقارن اي نادي مهما كان حجمه ومهما كان شعبيته ومهما كانت امكانياته على مستوى القرارة الافريقية بالنادي الاهلي الاهلي في حتة تانية لكن هو المطلوب والرهان من قبل جمهور النادي الاهلي النهاردة ان الفوالق دي تزيد ان الجاب اللي بيننا او الفجوة اللي بيننا وبين الاندية اللي جاي ورانا سواء من ناحية البطولات سواء من ناحية الامكانيات المادية سواء من ناحية التاريخ من ناحية اي شيء تتسع وتزيد بحيث انه الاهلي يجد اريحية دايما في انه يبقى متفوق قريا عربيا ومحليا والعين جماهير النادي الاهلي عليه بصراحة ان احنا ناخد النادي الاهلي منروح لمستوى أبعد وان قدراتنا تبقى تقترب من الانديل العالمية وان مشاركتنا في المحافل الدولية تبقى على مستوى النتائج أفضل بكتير جدا من الاتحاق قبل كده ماتش الاهلي بيترو جيت هو بداية الانطلاق وهنتكلم عليه النهاردة ونتكلم حضراتكم وهنحاول ناخد حضراتكم لمعاصقة الفريق نتعرف على شغل ريكاردو سوارش مع الفريق في أول تجربه الرسمية النهاردة في مواجهة بيترو جيت صلاح طبعا الخبر الأهم والأبرز النهاردة مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم على تجديد صلاح وبقاءه في قلعة الانفلد مع ليفر بول كل ده هتبعوه حضراتكم معنا في حلقة النهاردة مستدسة وقبل ما نبتدي ندخل في التفاصيل نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا كل شيء في الدنيا دي نصيب يعني الماتش ده ماتش بيرامدز وماتش بيترو جيت من بعده يعني بتكلم عليهم بقالي أكتر من سنة طبعا بطولة الكسر اللي هنع فيها ماتش بالليل النهاردة اللي هتلاع بالساعة 9 مباراة أو مسابقة مستمرة من السنة اللي فاتت وبالتالي حنتكلم عليها تقريبا بقالنا سنة محدش كان يعرف خالص أنه هيجي اليوم اللي تلاع فيه المباراة دي ويقود فيها النادي الأهلي مدرب جديد طبعا هو البرتغالي ريكاردو سوارش كل التوفيق النهاردة الجمهور مستني يعني شوية ودي حاجة حابين نتكلم فيها معاكم بصراحة ونتكلم فيها عموما الفترة اللي جاية الجمهور منتظر إيه من ريكاردو سوارش وإزاي الراجل ده ياخد فرصة كاملة عشان يقدر يبني فكره وطريقة لعبه وبصمته على النادي الأهلي يعني كل أحوال عتقن بدايات ممكن تبني النهاردة من حيث رغبة اللعيبة نفسها في أنها تقول أنا هو يعني كل لعب النهاردة عنده رغبة كبيرة جدا في أنه يظهر في أعلى فرمة في أحسن شكل يظهر أكبر قدر من إمكاناته قدام المدير الفني الجديد عشان يلفت نظر الراجل لأنه الراجل بالنسبة له كل اللعيبة سواسية أول مرة النهاردة يشوفهم برارة رسمية وبالتالي هيبدأ من النهاردة يقايم وهيبدأ من النهاردة يفحص ويبدأ من النهاردة يقول مين ممكن أراهن عليه في الفترة اللي جاية ومين ممكن يبقى برى الحسابات ورجل شغال كمان من دلوقتي على اللي جاي يعني بيتابع وبيشوف وبيتفرج على لعيبة الأهلي المعارة سواء جوه مصر أو برى مصر عشان يفكر طبعا هنا هو يعني ظاهر طبعا مع مجموعة المساعدين يمكن يعني زي ما تابعت في المؤتمر الصحفي نعتقد أنه جهاز الفني اللي بتولى مسؤوليتنا دي الأهلي هو أكبر جهاز فني يشتغل في مصر على مدار تاريخها كلها ما يتقليش أنه فيه جهاز فني بهذا العدد وبهذا يعني الشكل من التخصص اشتغل في مصر قبل كده مع النادي الأهلي أو مع أي نادي مصري أو حتى مع أي من المنتخبات المصرية نتمنى له التوفيق الناس شايفة أنه راجل جد دين انطبعات أولية يعني أنا دايما بحيبش أخذ المقدمات وأصدر حكم مبكر لكن يعني فيه انطبعات خلينا نقول كده أن الرجل جد المشاهد اللي شفناها ليه في ملعب التتش بيقول أنه لأ ليه شكل وطريقة مختلفة تماما ونتمنى إن شاء الله أنه في أصر عوقت ممكن عشان ما نظلمش الراجل برضو لازم ياخد فرصته كاملة نحس أنه الكورة في فرقة النادي الأهلي اتغيرت يعني احنا ما كناش مدائقين من النتائج قوي لكن كنا مدائقين من أنه ما كانش فيه تطور واضح في الفترة الأخيرة على كورة النادي الأهلي ما كانش فيه البدايات القوية اللي بدأنا بيها الموسم حالة انخفاضة على المستوى الفردي والجماعي الناس كلها كنت شايفاها وحساها وملحظاها حالة الجهادة عنيفة جدا بيمر بيها لعبتنا وبالتالي عشان الرجل إذا يصلح كل ده هياخد وقت شوية نروح لطيب خلينا أقول لكم حكام حكام مطش النهاردة طبعا كابتر محمود ناجي هيكون حكم لمباراة الأهلي وبترو جات بيساعدوا في تقم التحكيم طبعا مع حكم مساعد هاني عبدالفتاح وأحمد تلاوي حكم الفار هيكون عاطف حسين حكم رابع وحكم الفار هيكون طارق مجدي ومعاه معاون شريف عبدالله طيب نروح لفاروق طيب نروح لفاروق جاهز من معسكر الفريق ويمكن فاروق النهاردة يعني هيكلمنا كده عن طبعا التفاصيل اللي يمكن تكون مختلفة شوية في معسكر فنينة دي الأهلي قبل مواجهة بترو جات والراجل وتعامل اللاعبين مع الجهاز الفني الجديد نقول أول مساء الخير يا فاروق كل التحية لأيزبيل عزيز أحمد سمير كل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان بالفعل لأيزبيل أحمد احنا هنا موجودين في مقر إقامة تفاريق للناد الأهلي وآخر استعدادات تفاريق للناد الأهلي لمواجهة تفاريق بترو جات في مباراة الدور نصف النهائي لكأس مصر المباراة يعني بيخلينا نأكد على صعوبتها وأنهم مباراة صعبة جدا لكن خلينا إن شاء الله نأكد أن كل التوفيق لفريق الناد الأهلي في هذه المباراة ويكون بداية مميزة إن شاء الله لمستر ريكاردو سوارش المدير الفني وجهازه المعاون في ظهوره الرسمي الأول مع فريق الناد الأهلي بإذن الله النهاردة فاروق جمهير الناد الأهلي يعنيها على حاجتين أنك أنت واحد تتخطى بترو جات وتوصل لمقابلة الزمالك إن شاء الله نهائي كاس مصر نسخة المسم الأخير والنمرة الثانية طبعا هو الظهور الأول لريكاردو سوارش والناس تعرف جمهوره أهلي لا يستنىش لا يريد فرصة النهاردة الناس عايزة تحس أنه في حاجة جديدة عايزة تحس أنه فيه كرة جديدة أو فيه تأثير جديد حتى لو مش بالدرجة اللي بنتمنى أنه الأهلي يوصل لها مع ريكاردو سوارش لكن على أقل تأديل زي ما كنت بقول بقول أنه بيتهيق لي الدوافعة من حاجات اللي برضو الناس الجمهور النادي الأهلي بيرهن عليها يعني خليني زميل أحمد أتفق معك في كلام كتير جدا يعني أنت أثرته وقلته في البداية يعني الدوافع اللي عند اللعبين أيضا في نقطة مهمة قلتها في غاية الأهمية وهي أن الجهاز الفني لأول مرة بنشوف في الكرة المصرية أو في النادي الأهلي بهذا التخصص يعني برضو عايز من خلالك أستعرض أفراد الجهاز الفني بالصفة أو يعني الوظيفة كل فرض داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي لأنه في نقطة مهمة جدا احنا بنشوفها الأول مرة على الكرة المصرية في الفترة الأخيرة مستر ريكاردو سواريش هو المدير الفني لفريق النادي الأهلي طبعا اتنين مدربين هو الكابتن سامي أمسون ومستر موريسيو فاش ده أيضا مدرب رؤول فاريا وده مطور أداء وعايز أقولك أن رؤول فاريا بالتحديد مجهز بروفايل لكل لاعب فيه المميزات والإيجابيات والسلبيات الخاصة به خلال خمس مباريات اللي شافهم وتفرج عليهم مستر ريكاردو سواريش جاهز كل الأمور ووقف على كل التفاصيل مجهز هذه الأمور وده يعني من النقاط المهمة جدا المستحداث اللي بنشوفها في الجهاز الفني للنادي الأهلي تطوير وتنمية بعض الأمور المميزة عند اللاعبين ومعالجة بعض السلبيات أيضا موجود بدرو جيماريش وده مخطط الأحمال هو أيضا أخصائي فيسيولوجي طبعا مستر ريكاردو سواريش تكلم على دوره وأهمية دوره أنه طبعا هو شاف حالة الإجهاد اللي عند اللاعبين وأن اللاعبين مجهدين طبعا وهو امتبع وعارف أن النادي الأهلي خلال الثلاثة ثانوات الماضية كان فيه تلاحم شديد جدا في المباريات خاصة أنه عدد كبير جدا من لعاب النادي الأهلي وملعبين صفة دولية سواء مع منتخب المصري أو المنتخبات الأخرى إدواردو لوبو وده مدرب حراس المرمى ولويس بريرا محلل الأداء اللي لويس بريرا طبعا جاهز كأمور ومباريات لفريق طبعا النادي الألي بنجاز بعض المباريات لفريق البتروجيت طبعا الكابتن سايد وكابتن سامي طبعا لويس بريرا حصل على زي المباريات وبدأ أنه يجاهز لأمور الفنية الخاصة بفريق البتروجيت وأيضا إيجابيات وسلبيات هذا الفريق اللي احنا لمسينه زميل أحمد من أول يومين شفناهم لمستر ريكاردو سواريش هو جاي يشتغل أنا كنت موجود طبعا في المران الأول كان يوم الخميس الماضي في زيارته للنادي الأهل هو بنفس وقف في الملعب بخطة الأمور بيرسم الملعب بشكل جديد مقسم الملعب لأكثر من وحدة تدريبية خلال الفترة الأخيرة احنا كنا نشوف الكابتن سامي مع مستر بيتسو موسيماني الجازي القديم فرضين بيشتغلوا فيه نواحة الفنية لكن خلينا أقولك أن مستر ريكاردو سواريش هو موجود مع مجموعة الكابتن سامي أيضا موريسيو فاش رؤون كل فرض داخل المنظومة واقف مع مجموعة من اللعبين اشتغل على بعض النقاط اللي كان بيطالب فيها اللي هو تسريع رتم اللعبين وإقاع اللعب للنادي الأهلي طبعا أشاد بلعب النادي الأهلي وأن النادي الأهلي بيملك لعيبة كبيرة جدا وعندهم إمكانات فنية وطالب النعبين للنقطة اللي أنت أسرتها برضو زميل أحمد إن إحنا كجمهور النادي الأهلي والمحبين للنادي الأهلي قابت بقى فرحان بالانتصار فرحان بالبطولة لكن عايز تشوف الأداء الجميل وهو ده اللي وعد بالجمهير قال لي إحنا طبعا دورنا إن إحنا نحقق بطولات ودورنا إن إحنا نحقق الفوز ولكن أنا بوعد إن شاء الله إحنا نقدم الأداء الجميل اللي يرضي جمهور النادي الأهلي لأننا نعارف شغف وتطلعات وطموحات وجمهور النادي الأهلي الوقت قصير لكن أنا يعني بأكد لك إن شاء الله النهاردة هنشوف بوادر ولو لمحات فنية لي الميستر ريكاردو سواريش في هذه المباراة يعني أنا من خلفي هبدأ اللعبين في الدخول لي طبعا المحاضرة الفنية الميستر ريكاردو سواريش المدير الفني اللي هيعقد المحاضرة خلال دقائق هيكون المحاضرة الفنية عقب المحاضرة إن شاء الله هيكون التحرق إلى ملعب المباراة ستادي القاهرة الدولي اللي هيستضيف أحداث اللقاء في نقطة برضو زميل أحمد يعني في مستهل كلامك يلا فضل كلمنا عليها إزاي لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني بيقدر يحتوي أي فرض جديد داخل منظومة النادي الأهلي اللي إحنا لمسينه النهاردة أنت ما تحسش أن مستر ريكاردو سواريش وجهازهم معه أنهم أغراب عن النادي الأهلي أو خدوا وقت قصير لكنهم موجودين هنا من فترة طويلة وده اللي بينعكس ويدل على يعني زي ما بنتكلم كده على قط اللبس في النادي الأهلي بتتكلم على الكابتن محمد الشناوي كابتن وليد سليمان كابتن أيمان أشرف رامي ربيعة كابتن عمر السلية ودورهم المهم جدا مع الجهاز الفني أيضا الكابتن سيد الكابتن سامي وده دور مهم جدا وده أكثر ما يميز النادي الأهلي النادي الأهلي منظومة أول فردة أو أي فردة بيدخل داخل هذه المنظومة بيتطبع بطبع النادي الأهلي بيعرف تطلعاته بيعرف إيه إيه القيود اللي داخل هذه المنظومة هو الراجل طبعا الكافة الأمور اللي أقرأت تعيش تصريحاته أنه جاي من البرتغال عارف مقدما وأنا عارف طبعا إحنا كنا استضافنا نونو جامش وكان ليه دور كبير جدا أعتقد في وصول ميستر ريكاردو سوارش للأهلي منو الجوزية أعتقد كمان واحد من الشخصيات طبعا إحنا طبعا مدرسة بورتغالية معنا حظوظها إلى حد كبير جدا في مصر عموما في الأهلي خصوصا إلى حد كبير كويسة يعني أعتقد أنه فكرة أنه يكون مدرب أو مدير فني جديد بورتغالية دي في حد ذاتها مطمنة شوية جمهور نادي الأهلي ونتمنى إن شاء الله كل توفي أنا بس اللي عايز أقوله أو إحنا خلينا نقول أنا في سادسة هنا اللي بقوله إحنا من النهاردة بتهيقلي كل اللي فات كل اللي فات الحلو والمر فيه وراء ظهرنا والحمد لله أن الحلو كان أكتر بكتير جدا من الأوقات اللي حسنا فيها أن إحنا مش راضين أو مش مبسوطين فترة اللي فاتت كان فترة صعبة بكل المقاييس لكن خلينا نحط كله وراء ظهرنا ونقدم كل الدعم سواء لمستر ريكاردو سوارش وجهازه الفني أو للعبتنا بشكر طبعا الزميل عزيز فاروق صراح على التفاصيل الخاصة بمعسكر نادي الأهلي قبل ساعات طبعا بسيطة من ماتش النهاردة الساعة 9 بالليل خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في السادسة طيب قبل ما نتكلم مع المو خلينا نروح لبعستنا في وهران في الجزائر اللي بتشارك طبعا في دورة العاب البحر المتوسط النهاردة الحقيقة يمكن في رفع الأتقال ميداليا جديدة بتضاف لرصيد مصر آه ميداليا برونزية لكن في النهاية ميداليا رفعت رصيد مصر الإجمالي لـ 33 ميداليا منهم 7 دهب منهم 10 فضة و 16 ميداليا برونزية وده بشكل عام حطنا في المركز السابع من حيث ترتيب الدول المشاركة في البطولة اتأخرنا شويتين الدهب فارق معنا راصدنا من الميداليات كبير يعني دي برضو علامة استفهام انت بتتكلم في 33 ميداليا لما يبقى منهم 7 بس دهب يعني ده معناه فيه 26 ميداليا تانين فضة وبرونز وده طبعا يعني في العموم يقول ان احنا عندنا أبطال وعندنا مشروع بطل مهم جدا نحافظ عليه ونستثمر فيه في الفترة اللي جاية لانه في النهاية الترتيب بتحسب طبعا مش على اجمالي عدد الميداليات لكن بيتحسب على رصيدك بس من الميداليات الدهبية اعتقد انه التراجع ده احنا كنا يمكن في اخر تقطيرين كنا وصلين مركز ثالث وراء تركيا وراء الجزائر لكن فيه دول كتير زي ايطاليا وفرنسا واسبانيا وسربيا قدروا يسبقون فيه الميداليات الدهب وبالتالي تراجع ترتيب مصر للمركز السابع الفوريق مش كبيرة يعني بعد الثلاث مركز الاولى اعتقد تركيا في المركز الاول ايطاليا في المركز التاني تركيا عندها حاجة و30 ميداليا فبالتالي تتكلم على فرق كبير جدا وراها ايطاليا تقريبا 23-24 ميداليا دهب فبرضو الفوريق بعيدة جدا الجزائر بلد المضيف طبعا بتشارك باكبر عدد في الرياضات المختلفة فبالتالي ده مديها افضلية كبيرة جدا لكن بتكلم على الناس القريبين مننا سواء اعتقد فرنسا مركز سادس اسبانيا مركز خامس او سادس خامس او رابع خامس بالزبط وفرنسا مركز رابع وسربيا قابلنا على طول في المركز السادس الفوريق قريبة جدا وبالتالي عندنا النهاردة منافسات في رفع الأثقال تاني عندنا الكرة الطائرة بتلعب النهاردة رجال هيلعبوا مع اليونان عندنا كمان ألعاب قوة عندنا كرة سلة وبالتالي ان شاء الله يعني من هنا لغاية لما دورة تنتهي نتمنى وعندنا طبعا منتخب اليد رجال تصدر مجموعته في انتظار مواجهة تاني او يعني استمراره في مشواره في البطولة وبالتالي ان شاء الله يعني اتمنى ان مركز مصر يتحسن في الفترات المقبلة كل التوفيق لأبطالنا واحدة من الاحتكاكات المهمة جدا يعني رهان على أبطالنا في مختلف رياضات اللي تقدر تقول انها ممكن ان شاء الله في المستقبل تحقيلنا ميداليات أولمبية احتكاك مع دول في منتقى القوة طبعا بتكلم هنا على الدول الأوروبية في المقام الأول فرنسا إسبانيا إيطاليا تركيا اعتقد بن حجم مشاركتها برضو اعتقد والمستوى اللي قدمه أبطالها اعتقد واحدة من الدول القوية جدا رياضيا طبعا في البحر المتقصد النهاردة طبعا يعني كلام كتير جدا على مو صلاح على بقاءه في الأنفلد على تجديد عقد لمدة 3 مواسم إضافية مع ليفر بول كل التفاصيل هتكون مع حضراتكم بعد الفصل اللي جاي فرص تصديم تعرف ان الفرق على طول بتعاني دفاعية يعني طبعيا يعني لا هتلاقي أدرسن ولا هتلاقي أدورد مندي ولا هتلاقي أليسن بيكر في القائمة لأنه طبعا الفرق دي بتهجم طول الوقت فبالتالي يعني قل ما يعني تتعرض لهجوم فبالتالي حرصهم طبعا مش موجودين في القائمة لكن اللي غريب انه دي خيه واحد من حرص دول والمان يونيتد مازال بيعاني لكن يبدو ان الموسم اللي جاي الحقيقة هيكون مختلف مش بس في منشستان يونيتد لكن في الدوري الإنجليزي خلييني اقول حضراتكم إنه السنة دي ممكن يكون قبل ما أدخل في الدوري الإنجليزي لازم أقول إنه ميدالية النهاردة للبطلة المصرية بسمة عمال هي الحقيقة برونزية النهاردة في رفع الأتقال وزن 59 وعندنا كمان أحمد محمد دلوقتي كمان ده بسيطة جدا هلعب نهائي برضو في رفع الأتقال وزن 73 كل التوفيق لي إن شاء الله ويضيف لرصيد مصر من الميداليات وقبل ما أروح خلييني كنت أقول لكم على إنه الدهب هو العنصر الفارق في الترتيب في البطولة في أي بطولة أولمبايا أو أي بطولة مجمع صربيا اللي بتسبقنا في الترتيب في المركز السادس عندها عدد ميداليات أقل مننا بعشر ميداليات هما حصلتهم من الميداليات 23 ميدالية بس منهم عشر دهب إحنا 33 ميدالية منهم 7 دهب ونتمنى إن شاء الله أنه باي أبطالنا يحاولوا أنه هما في الفترة اللي جاية يعني تمنا إن شاء الله يكون في ميداليا دهب في خلال عشر دقائق من بطالنا طبعا المصري أحمد محمد في رفع الأسقار نتمنى له قد توفيه نرجع للميركاتو وقبل ما أفرد بقى للمو لإيجيبشن كينج زي ما بيسموه في إنجلترا وليفربول يمكن ده يكون أقوى ميركاتو في يعني في ترانسفر ماركت في أوروبا من 3-4 سنين فاتت أسماء وانتدابات على كل شكل ونجوم كلهم العارضية طبعا الصفقة النهاردة الأبرز والأهم واللي صلطت عليها كل وسائل إعلام الضوء بشكل كبير جدا هي صفقة تجديد هكذا سميت هو تجديد بس هم قالوا إنها الصفقة الأبرز في العالم في الموسم الحالي وهو تجديد محمد صلاح لتلات مواسم إضافية بعد كتير جدا من فترات الشد والجذب في الشهور الأخيرة كلام على إنه فشلت الصفقة فشل مكتمل الأركان كلام تاني بيقول على فتح باب المفاوضات كلام على انتقاله لPSG لا ده رايح البرز لا ده بعد ما إن بقيه ما رحش الريال في احتمال كبير جدا صلاح يكون في الملكي الموسم اللي جاي لكن تم الإعلان عن غلق المفاوضات وتمام الاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح للبقاء في الأنفل لمدة ثلاث سنوات إضافية طبعا صفقة بتعتبر الأغلى في تاريخ ليفر بول اللي هيستمر معاهم صلاح لغاية عشرين خمسة وعشرين في مقابل راتب أسبوعي تلتمية وخمسين ألف سترليني يمكن هو مش الأعلى في الدوري الإنجليزي يمكن من حيث الترتيب اعتقد صلاح بيبقى في المركز الخامس بعد كريسانو رونالدو اللي بياخد خمسمية وعشر ألف سترليني بعد كيفين دي بروينا نجمل سيتي بياخد ربعمائة ألف سترليني بعد ديخية حالس مارما ومانشيستر يونيتد وبعد كمان إيرلينج هالند اللي بيتقاضه تلتمية وسبعين ألف سترليني في الأسبوع لكن مع وجود بنود إضافية في التعاقد من الممكن أنه صلاح يبقى النجم الأغلى في تاريخ بطولة البريمير ليج بشكل كبير جدا خلينا ولحظكم فيه صفقات تانية كتيرة جدا قريبة جدا ومحتملة والأهم كريسانو رونالدو اللي ممكن يكون على بعد أيام قليلة جدا من الرحيل من منشيستر يونيتد من أول ترافلد لصالح من الأقرب حتى اللحظة اللي بيكلم حضراتكم فيها هو إي أس روما يرجع مرة تانية للكالتشو للدوري الإيطالي لكن مش من بوابة اليوفي زي ما كان قبل كده لكن من بوابة إي أس روما وكلمة السر في الصفقة دي المحتملة هو طبعا جوزي مورينيو مدير الفني لإي أس روما اللي فاز معهم ببطولة الكونفرنس ليج ومن الوارد جدا أنه رونالدو يكون خارج المان يونيتد وخارج البريمير ليج في الفترة اللي جاية بيقترب جدا 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 طبعا لوكا كو بيودع الدوري الإنجليزي بيودع تشيلسي وينتقل على سبيل إعارة للإنتر أو بيرجع مرة تانية للإنتر اللي شاهد تقلقه بشكل كبير جدا وتحقيقه لقب الدوري الإيطالي عندنا صفقات الحقيقة هتم بين السيتي وبين تشيلسي في صفقتين اتحسموا بالفعل المدافع أكي والظاهير الأيصر زينشينكو دول انتقلوا بالفعل ومن الوارد جدا جدا أنه يكون كمان في صفقة تالتة بوجود رحيم ستيرلينج طبعا جناح مانشستر سيتي في صفوف تشيلسي دي صفقة اللي بيتم التفاوض عليها فرينكي ديونج قرب جدا 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 من الانتقال لمانشستر يونيتد تحت قيادة طبعا تنهج وصفقة مقدرة أنها تكون بخمسة وستين مليون يورو هتنعش بشكل كبير جدا خزينة البارسة اللي بيحاول بشكل كبير أنه يعمل انتدابات قوية جدا عشان يقدر ينافس في الموسم الجاي سواء محليا أو أوروبيا مرسل له طبعا ظهير الريال مدريد اللي ودع الحقيقة الموسم الأخير بعد احتفاله بفوز بطولة دوري الأبطال وتحقيق لقب الليجة قريب جدا إما من أنه يبقى في الليجة الأسبانية وينتقل لقادش أو لبلد الوليد والاحتمال الأعرب أنه يغادر أسبانيا خالص عنده عرضين في منتهى القوى مقدمين ليه واحد من الميلا في إيطاليا مهتمين جدا بأنه هم يحصلوا على خدابات مارشلو في الموسم اللي جاي وأيضا الحقيقة موناكو بيسعى هو أيضا لانتداب موناكو عندنا كمان طبعا صفقة انتقال حر باختريان نجم روما انتقل للإنتر اللي بيحاول أنه هو يستعيد بريقه مرة تانية بعد موسم على فكرة اللي تابع الدولي الإيطالي السنة اللي فاتت أو المسابقات الإيطالية السنة اللي فاتت وإن كان الميلا قدر يحسم اللقب في النهاية لصالحه لكن الحقيقة انتر وقدم واحد من أفضل أفضل موسمه ونصيحة للناس اللي بتحب كرة تابعوا أرجوكم الدولي الإيطالي الموسم اللي جاي لأنه الحقيقة فيه كرة مبهجة كرة ممتعة صحيح الدولي الإنجليزي مازال محتفظ برهوناكو لكن خلينا أقول لكم نرغم منه كمان ما فيش أسماء ملعادة قوي في الدولي الإيطالي لكن الكرة والمنافسة والإصارة والتسعين ديال يعني بتعتبر تابلو فني في أغلب موطشات الدولي الإيطالي موجودة بشكل كبير جدا طيب خلينا أقول لكم أنه صلاح طبعا الحقيقة واحدة من الصفقات المهمة جدا وعايز أرصد لكم ردود الأفعال على انتقاله وخلينا أقول لكم أنه رجالتنا ونجو من نادي الأهلي على بعد دقائق من بداية المحاضرة محاضرة ميسر ريكاردو سوارش ما قبل المباراة خلينا نرجع نتابع المركاتو ونتابع الكلام وردود الأفعال على بقاء صلاح في الأنفل مع ليفر بول بس بعد فاصل الأخير بالصدفة البحثة كان معايا حد من أصدقائي قريب جدا في ليفر بول يعني الراجل كان بيكلمني على حالة الهوس اللي موجودة بمحمد صلاح في ليفر بول بيقولي في أي مكان بيدخله ما بيقف يتكلم مع أي حد في كافيه في لبي في قتال في أي حتة بيعرفوا أنه هو مصري يتفتح الحديث عن محمد صلاح وبيقولي بمجرد ما الناس تسمع كلمة محمد صلاح دخل في الحوار فتلاقي الناس من كل حتة الناس ما عرفهاش جاءت تتكلم على محمد صلاح بيقولي حالة عيش غير طبيعية كان صعب جدا جدا أن الواحد يتخيل نفسنا الحقيقة نشوف لعبين مصريين بيلعبوا في أندية كبيرة في أوروبا زي ريال زي برشلونة لكن أعتقد كان من الصعب جدا جدا نحن نشوف محمد صلاح في مكان تالي تاني غير ليفر بول نروح لإنجلترا هيكون معنا الأستاذ علاء الدخاخني النقد الرياضي أو زي ما ترقى لو عندي تايتل مزبوط مؤخرا طبعا سينيور تشيف أديتر في الأسوشياتي بريس هيكون معنا عشان يكلمنا على الكواليس المرتبطة بتعاقد محمد صلاح مخصوصا أنه ده حصل في وقت كان محمد صلاح في أجست أو السامر بريك بتاعته في اليونان أستاذ علاء مساء الخير مساء الخير أهلا بيك أهلا وسهلا بيك وأنت بتكلمنا من إنجلترا أعتقد أن الخبر الأهم النهاردة والأبرز عندكم هو خبر تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفر بول تكلمنا عن الكواليس وعن الأيام الأخيرة اللي يمكن كان فيها حتى على السوشيال ميديا يعني خرب نفسية بين كل الأطراف تكلمنا على آخر التطورات اللي وصلتنا لتجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفر بول هو أكيد جي محمد صلاح طويلة وضعه ومبارح على العدد طويلة زي ما قلوه عليه طويل مدة طويلة الفترة طويلة مع ليفر بول ويعني حالة بسحالات استعادة في ليفر بول وكل مشلقين ليفر بول هذا كان في الجلسطرة أو على مستوى العالم محمد صلاح مش مجرد معيز فورة بالنسبة للنادي ده حاجة مهمة جدا لازم يفرقين بالنها الشطرة اللي فاتت كانت الكواليس كلها فيها شد وجم بس كان حسامها رئيس النادي وحسامها محمد صلاح بأن كل المفاوضات هي مفاوضات خرية وبالتالي كان كل اللي بيطلع في الكلام كان كله كلام توقعات أو تخبينات أو نقلا عن طريق نقلا عن مقرب نقلا عن مقربين لكن ما كانش فيه أي حاجة وقعية الترافين أتزموا صنف ويجب أن ده خلى الموضوعات ناشية بزرعة حقيقة أعتقد أن اصطرت ليفر بول الدول بفرق نقصة واصطرت المبرار النهائية في الشامبيونز ليج هي اللي أجلت شوية لإعلان التعاقد بشكل أو بآخر بالإضافة أن فترة الانتقرات الرسمية اللي تستطح كل شهر 9 أو شهر 8 وشهر 9 أو حد أول 9 هي ده شطرة الأسطي اللي بتم فيها علمنا عن طعاقات كذا هذا كانت ترميزات أو انتقالات بشكل عام محمد طلاح يعني السوشيال ميديا من دارح استعلب اسمه بشكل أو بآخر أسطورة كبيرة تكتب جديدة في كورة القدم وأعتقد السنوات القادمة تثبت أن محمد طلاح في اختياره نادي ليفر بول واحد من الأقوى الأندية في أقوى دوريات العالم هو نقطة انطلاق كبيرة جدا مش لصلاح بس ولكن أيضا لليفر بول كل ما يمثله أهمية من أهمية موجود محمد طلاح اقتصاديا كمان لليفر بول بشكل كبير جدا على كل المستويات بتهالي كمان أنه يعني في ناس كتير بتسأل يعني طبعا أنت عرفت أن احنا وسائل إعلام كلها الحقيقة بتتكلم على مفاوضات ليفر بول مع محمد صلاح من شهور فاتت والصفقة دي يمكن أو اسم محمد صلاح ارتبط بعدد كبير جدا من الأندية لكن فكرة كمان أن المسؤولين في ليفر بول يتحركوا من مكانهم عشان يروحوا لصلاح في اليونان تقريبا أنا عرف أنه هو بيعضي أجازته في اليونان في الوقت الحالي ويخلصوا التعاقد معها برضو كان مصار تساؤل من الناس كلها هي طبعا هي كانت لفة قوية جدا هي لفة تأديرية من ليفر بول أن يتم تحرك لمكان أولو محمد صلاح فيها احترام كبير جدا متبادل من بلد تراثين ويوجود اعتبار كبير جدا لقيمة محمد صلاح أنهم يروحوا لحد عنده في مقر أجازته ويعملوا مع التصوير والفيديوهات اللي احنا شخناها الجميلة اللي احنا شخناها مبارح موضلة على سمش الميديا التحرك ده فيه تأدير كبير من جانب ليفر بول لقيمة محمد صلاح وبالتالي دي احدى كانت احدى كانت احدى النقاط الأساسية هو العملية التأديرية وصلاح ذكرها في أكثر من المؤديد صلاح كان قاعد بأرياحية جدرة جدا ما عنده مشكلة في الشكل اللي ظاهر بيها والمؤمن ان هو ظاهر بشير في ليفر بول والمثالة بالنسبة لهم كانت نوع من أنواع السعادة اللي أكتم للمضاعات صلاح انتقالهم ليه مفروش أكثر من ان هو ده حالة من حالات المحترام والاحتفاء محمد صلاح مأمن كان موجود وارتباطه بنادي ليفر بول هيكون انتباط طويل المدة ويمكن يكون التباط مبعد كرة القدر كمان لوجوده مشروع داخل مشروع ليفر بول الاسطادي والرياضي خليني اقول لك كمان انه يعني جزء من التفسيرات لفكرة تحرك مسؤولين ليفر بول بعيدا عن قصة تقدير طبعا نجمة بحجم محمد صلاح كانت لانه يعني هكذا تم التداول انه لمحاولة قطع الطريق على اكتر من طرف كان بيحاول يحصل على توقيع محمد صلاح في التوقيت ده اثناء تواجده في اليونان طب يعني انت لو سمحت لي هقول لك حاجة بصولة جدا كله كان توفع وكله تحميلات وكله كانت محمد صلاح المحترف عالمي شخصية عنده اقدارة كاملة وما اعتقدش انه ده السبب الرئيسي او ده كان موجود في الاساس انتقال ليفر بول او من الفوضات اللي كانت بتسامنة مع صلاح او احنا بصنا الفترة الماضية انه كان فيه كلام كبير على ريال مدريد على برشلونة اتفتح الكلام على باريتسان جيرمان اتفتح الكلام على نيو كاسل واتلعنا رقم حالي وصل لسوء مئة الف دولار سوء مئة جميع في اسبوك ده كله كلام الاساس في الموضوع ان الكواليك اللي كانت موجودة والعلاقة اللي بين حمد صلاح وبين نادي ليفر بول الموضوعات كانت ناشية على وطيرة هادية جدا واضح ان كان فيه طلبات محددة وكان فيه محاولة تصول لطلبات وطلبات رغبات فلاح فيه خطوة كبيرة كان مفروض يعملها وحققها نيو بركول كسر حاجز الرواتب بـ 350 أو 370 ألف اللي اتوقع ان هو يكون الرقم 370 ألف في الاسبوك 370 ده رقم مش موجودة رقم تاريخي مش 350 زي ما اتكتب يعني اه مش يعني ممكن التوقعات كلما سأقول لك كل كل الكلام لحد دلوقتي الرقم الحقيقي ما ظهرش لأن العاقب لسه او لسه في إطار السرية ومش هينشار غير مع ظهار البيانات المالية الخاصة من نادي ليفر بول رقم كلها تتكلم ان هو تحت حاجز الرواتبال بقليل في الاسبوك تتكلم ان هو 350 وناس 1-368 انا اعتقد ان الرقم هيكون رقم يعني زي ما يخبر رقم متوسط هيكون حوالي 780 ألف بلس كبير زي ما زير الحواسط وغير التحفيزات الإداثية مشاركتك في تحقيق القاب او احرازوا العدد معامل اهداف او تحقيق لقب هداف الدولي بالتأكيد دي كلها يكون لها تأثير بشكل كبير جدا على المقابل المالي لتعاقد محمد صلاح أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء الدخيحني طبعا النقد الرياضي بالأسوشياتيد بريس في إنجلترا دي كانت أخبار طبعا وأصدق صفقة بقاء محمد صلاح في الأنفلد والتجديد تعاقده مع ليفر بول لمدة 3 سنوات أما فيما يتعلق بالميركاتو الإنجليزي والأسماء الحقيقة اللي يمكن تكون راحلة أو قادمة لبريمير ليج في الموسم اللي جاي فخلينا نفرد لها مساحات أكتر في الحلقات اللي جاية من السادسة بعد دقائق هتقابلوا طبعا السوديو التحليلي للنادي الأهلي بقيادة كابتن أيمن شاوي يضيوفوا طبعا محللين قناة النادي الأهلي في تغطية ومتابعة لمباراة قبل نهائي كاس مصر الأهلي وبيترو جيتلا هتتلعب النهاردة الساعة 9 بعد وحضرتكم إن شاء الله لدعم الفريق دعم جمنة دعم جهازنا الفني في الفترة اللي جاية وإن شاء الله بإذن الله نوصل لنسخة الأهلي اللي كلنا بنحلم بها بشكر حضرتكم على المتابعة ودايما على كل خير نتقابل على شاشة الأهلي